السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم كاملين معي أخواتي العزيزات المتتبعات الوفيات المتتبعات الجدد مرحبا بكم كاملين مرحبا بكم في هذه القناة التي تتم بتصميم أزياء التقليدية المغربية للحفاظ على منتوجنا المغربي الأصيل وكنشكر بزياد أخوات على التعليقات ديالهم المفيدة واللي كانت زيدني معلومات جديدة كانت مننا من الله سبحانه وتعالى تيسر لكم الله الأمور ديالكم ويعطيكم الله كل ما تمنيتو أنا بياكم إن شاء الله يا ربي كما كتشوفوا معايا هاتي مجموعة من من الإبداعات ديالي في البدايات ديالي بغيت نتقسمها معاكم وبغيت نقول كله وحده كتطمح أنها تطور من رأسها وتزيد من مدخلها ومعرفاش اشنو غادي تدير منسبة صنعه وحده الحاجة زوينة وحده الحاجة كما كيقولوا أجددنا اللولين صنعه إلى مغنات تعيش يمكن تزيد في العمر وحتهي فيها الفن والإبداع بحال وحد اللوحة فنية كتبدعيها وكتشكليها كما بغيتي مع الوقت كتكسبي الضوء سواء أن كنتي كتقومي بهذه الخياطة الملابس أو كتخدميهم بيديك براندة بالطرز المسلول بالتنبات كافصالة كتعلمي يعني الإنسان يحاول ما أمكن يتعلم بزاف دي الحويجات اللي هما في الولد تكونوا كيبانوا صعب ولكن مع الوقت كتتعلمي بزاف دي الحويجات بطريقة سهلة وكتولي تبدعي فيها وكتزيد تخديم علومات نهار على نهار بحال أي حاجة كتدربي عليها أنا بيت نوصل هاد الرسالة للأخوات اللي كي يقول لك أنا ما نقدرش ندير هاد شي أنا ما نعرفش لهاد شي اح كل شي أو كنا ما كناش كنعرفو نديره حتى شي حاجة ولكن مع الوقت مع حبنا لهاد الميدان مع حبنا الصناعة تقليدية وهاد الإبداع وهاد الفن اللي كنشوفوه فيها بنسبة الجلبة اللي كتدز بعدة مراحيل من اختيار التوب اللون جودة التوب ومن بعد كتختاري صفيفة جودة صفيفة اللون يكون مناسب ثم إلا كنتي غد تديرها بتنبات كتختاري ألوان اللي غد تناسب باللون ديال الجلبة وكتختاري بطبيعة الحال حتى العقيق اللي غد يجيها أو العقيق اللي كيكون بجودة عالية كي ما كتشوفوه معايا هنا بنسبة طرز المسلول هو واحد الفن آخر اللي هو رائع بزف بزف كي جي صراحة يحمق كي ما كتشوفو وكي طلع في الجلبة شي حاجة مميزة خصوصا دائما مع اختيار الألوان كي ما كتشوفو هاد الجلبة براندة خفيفة وبطرز المسلول دريس خفيف كذلك كنشوفو مثلا كروشي اللي هو واحد الفن كذلك عرف تطور كبير من قبل كان منحصر كان صيبو بها ويجاد اخرين بنسبة الدار كافريشة المائدة أو كزينات الدكور دابوني ناك نشوفوه في جليل بات في القفيتنات واحد الحاجة اللي رائعة كذلك ومن بعد ولو كيديروه بعلاش كل راندة أو كتشبه للراندة كيمكن تشوفوه معايا في هاد المقطع وفي هاد القفطان اللي كنت صايبته ما شاء الله شي حاجة رائعة وممتعة في نفس الوقت وكتطلع غزالة وانيقة ومميزة كانت منه من الاخوات اللي بغت تعلمشي حاجة كل شي دبكين في اليوتيوب كل شي في المتناول خصك غير تبحتي على الفيديو اللي غضي تهميهم زيان منيقش وكل مره نتعلم شوية بزاف ديال الاخوات اللي ما كيتحركوش ما كيتعلموش وكي ما كيتشوفو هنا هاد الوريدات اللي درتوهم بالكروشي الفصل كنت درتوهم في فصل الرابع جليل بات سخان كي ما قلت انهم ما كيتحركوش يعني بعض الاخوات اللي تيقول لك ما ما لقيناش الوقت باش نتعلموه ما لقيناش بزاف ديال حويش ارى ممكن تعلمي بابسط الاشياء بابسط الاشياء يعني انك كل مره تتخدمي شوية كل مره تبدي شوية بشوية يعني مع الوقت رغضي تبقى يتطايبي لك لابنيتاتك للواليدات ديالك وبعد غالت تولي تخدمي بهذه الخدمة ان شاء الله بالنسبة للناس اللي كي يسولوا على التوصيل كنوصلوا الجميع مدن المغرب وكذلك من الخارج كما كنتشوفوا معايا نموذج من الطريقة باش كنوصلوا كنجمعوا في بيجات كندلوا كارتونا كننشيوا البوزطة كنعمروا المعلومات كنخلطوه وكتوصل بطبيعة الحال في امان الزبناء ديالنا بالمواسطات اللي هم طلبوا بالجودة ديالتو بجودة الخدمة الحمد لله كانت مننا إن شاء الله من الناس اللي تعملنا معهم يكونوا مرتاحين وراضين على العمل اللي كنقوموا به إن شاء الله أو اللي كان نصيبوه لهم وهذا اللي كان كان سمعوه منهم وهذا الشي اللي كان نتواصلوا به معهم كانت مننا لكم أوقات سعيدة وكانت مننا كل وحدة الله يحقق لها كل ما كانت مننا والله يسر كل ما صعب لكل وحدة والله يفرح كل وحدة والله يشاف كل وحدة والله يسر لها أمورها هي وليداتها والله ينجح الولدات والله يعونهم في انتحاناتهم في هذه الأيام ونتمنهم الله سبحانه وتعالى ونسمعوا أخبار على بعضنا تكون زوينة بزاف ونكملوا المسيرة ديالنا ومن يقسوش وربي معنا بالدعاء كل شيء يكمل وكل شيء يوصل بإذن الله والصبر ثم الصبر ثم الصبر ترجمة نانسي قنقر